مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب حلقة اليوم هي مخصصة للحديث عن لبنان وعن أحداثه في ضوء كلمة الله الكتاب المقدس كلنا نتابع ما يحدث في لبنان وكلنا أيضا نتألم لما يحدث في لبنان فأحداث لبنان تسبب ألما كثيرا لشعب وأهل لبنان هذا المكان الجميل الذي وصفه جبران خليل جبران وقال عنه هو مكان الجمال والأحلام وأحلام الوديان الساحرة والجبال الرائعة لكن ماذا يقول الكتاب المقدس عن لبنان وهل يذكر الكتاب المقدس لبنان وكيف يصف لنا الكتاب المقدس لبنان وأحداثه حلقة دي ليست لها علاقة بالسياسة فنحن لا نتكلم في السياسة مطلقا لكننا نعلم جيدا أن لبنان يمر في هذه الأيام بظروف صعبة عش كده مهمة أو أن نحن نستخدم الوقت دوا نتكلم شوية فيه عن الكتاب المقدس وماذا يقول الكتاب المقدس وكيف يصف لنا الكتاب المقدس لبنان وأرض لبنان وشعب لبنان وتاريخ لبنان وسكان لبنان وكل ما يتعلق بهذه البقعة الجميلة يعني بتكتاز هذه الأيام في ظروف صعبة ومريرة لبنان الاسم لبنان لكن ما معنى لبنان وهل الاسم لبنان يشير إلى شيء ما أم أنه مجرد اسم أعطية لبلد دون أن يكون له معنى أي واحد فينا بيدرس أصل الكلمات وأصل اللغة يعلم جيدا أن الأصل اللغوي لكلمة لبنان أو الاسم لبنان هو الأبيض شيء الأبيض الشيء الأبيض وعش كده هو مشتق العبري بتاعه من لبن والذي يعني أبيض كلمة لبن بالعبري معناها أبيض والأبيض يشير إلى الثلوج التي كانت تغطي جبال لبنان فجبال لبنان العالية دائما مغطاه بالثلوج ودائما ما تكون بيضاء عش كده حتى في أرمية 18 وعدد 14 يقول هل يترك ثلج لبنان سخور منحضراته يعني الثلج هل بيترك السخور منحضراته والإجابة طبعا لا الثلج بيظل غالبا طول السنة موجود وبهذا يعني أي واحد بينظر إلى الجبال العالية في لبنان يرى أنها بيضاء عش كده اسم لبنان يشير إلى البيض يشير إلى اللون الأبيض لكن كمان اللون الأبيض مش بس لون التلوء التلج اللي بيغطي الجبال لكن كمان الجدران التباشيرية التباشيرية والجيرية التي تمنح جبال لبنان سماتها المميزة وش كده سواء الكلمة العبري لبنان أو حتى الترجمة بتاعتها لبنانس بالليورانية كلها تشير إلى الثلج الأبيض إلى اللون الأبيض فلبنان دائما بيضاء وجبالها دائما بيضاء لكن البعض الآخر بيقول بعض المفسرين بيقولوا أنه الاسم ربما يشير إلى إله القمر لبان طبعا ما عندناش أي يعني سند قوي لهذا الإدعاء لكنه أنا بس بقوله لحضراتكم عشان يبقى يعني حضراتكم عارفين ماذا يقول البعض بخصوص اسم لبنان وكمان يوسابيوس بيسجل لنا أسطورة رواها فيلو بيبليوس تفيد بأن أسماء جبل لبنان وسلسلة جبال لبنان الشرقية وجبال سوريا كلها مستمدة من اسم عملاق عاشة هناك دائما كانت في القديم الجبال والمرتفعات هي سكن للعملقة أو للآلهة لكن أيضا هذا التفسير ليس له الكثير من التعديد لكن زي ما قلت أفضل تفسير لمعنى اسم لبنان هو الأبيض أو الثلج الأبيض وعش كده في اللغات القديمة بنجد اسم لبنان ذكرى أيضا فمثلا اللغات القديمة اللغة العبرية ليبانون أو ليبانان في الفينقية ولبنان وفي الأشورية ليبانون وأيضا نابلاني في الحثية فنجد أنه نفس الاسم متكرر في اللغات أو في اللغات القديمة بمعنى الأبيض أو بمعنى اللبنان الذي يشير إلى البيض لبنان أي واحد فيه نزار لبنان أنا كان ليه يعني شرف أن أنا أزور لبنان ويعني أتمتع بي شعبها الجميل وجغرافية الجغرافية بتاعتها الرائعة وجواها البديع لكن لبنان هي عبارة عن سلسلة جبلية طويلة ده حسب الصورة هنا سلسلة جبلية طويلة تمتد على مساحة حوالي مية وستين كيلومتر من الجنوب الغربي نكلم على الجنوب الغربي من هنا من تحت وحتى لون الأزرق ده كويس لحتى أيضا الشمال الشرقي على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط وهي تتألف من سلسلتين من الجبال متوازيتين معا سلسلة لبنان الغربية واللبنان الشرقي عشكu كده دايما نسمع لبنان الشرقية واللبنان الغربية ويقع بين السلسلتين وادي إسمه وادي البقاء الذي أطلق عليه أيضا يشوع اسم وادي لبنان لما نقرأ في يشوع 11-17 يشوع أطلق على اسم وادي البقاء دوا وادي لبنان أو كمان يشير إلى الجزء الجنوبي إلى جبل حرمون الشرقي الذي هو أيضا في لبنان فده لبنان عبارة عن سلسلة من الجبال المتوازية الشرقية والغربية وبينهما وادي وتاريخ السكان بتوع لبنان لبنان هو موطن الفينقيين لآلاف سنين الشعب اللي عاش في المنطقة دي هو الفينقيين والفينقيين هم الذين اخترعوا أول من اخترعوا حروف الهجاء يعني قبل كده الحروف كانت كلها ترسم سواء الهيرغلفية أو اللغات القديمة لكن إنها تكتب يبقى ليها الحروف الهجائية واللي اتاخد منها فيما بعد الحروف المربعة سواء العبرية أو الأرمية إلى آخره أول من اخترع حروف الهجاء كانوا الفينقيين وعش كده الفينقيين كانوا مهد لحضارة عظيمة فالموقع والمناظر الخلابة وأيضا الغنى سواء من أشجار أو من ثروات أخرى وكلها موضوع العهد الأديم كلها مذكورة في العهد الأديم مرات ومرات تاريخ لبنان ده بوضح لنا الجبال البيضة في كل السنة وإزاي إنه لهذا السبب سميت لبنان أو الثلج الأبيض إشارة إلى البيض الجغرافيا والسكان الأصليين والتاريخ تاريخ لبنان تاريخ لبنان يتعلق بشكل أساسي بالمدن الفينقية لما نقرأ في الكتار المؤدس نعرف إنه تاريخ لبنان ارتبط بأهم المدن الفينقية التي كانت موجودة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وإزاي قصة استغلال هذه المدن الساحلية للأخشاب الرائعة اللي بتنتجها لبنان وبالأخص شجر الأرز فمن الجنوب إلى الشمال كانت المدن الكنعانية الفينقية مثل مدينة سور نرى عنها في الكتار المؤدس كتير ومدينة أحلب وصرفة وصيدة وبيروت وجبيل وسميرة تتمتع جميع هذه المدن بثروات كثيرة جدا وتعتبر هذه المدن من المدن المشهورة والمعروفة بتجارتها البحرية تعود أساسا تجارة الأخشاب يعني ليقرأت تاريخ حتى تاريخ المصري القديم تعود تجارة الأخشاب في لبنان إلى أقدم العصور ففرعون الأسرة الرابعة اللي هو سنيفرو كويس عمل أربعين شحنة من الأخشاب من خشب الأرز من لبنان إلى مصر سنة 2600 قبل الميلاد عندنا هذه السجلات وتبعوا العديد بعد كده من خلفائه الأسر التي أتت بعد ذلك الأسر المصرية وأصبحت جبيل على وجه الخصوص تابعة لمصر واستوعب أمراءها الثقافة المصرية يعني جبيل اللي هي على ساحل بحر المتوسط في تجارتها للأخشاب صارت هذه المدينة تابعة لمصر للدرجة أن أمراء هذه المدينة تعلموا اللغة الهيروغلفية علشان يقدروا يتعاملوا مع المصريين وفي مقابل الأخشاب كانت مصر تقدم مجوهرات ذهبية كثيرة لأمراء جبيل أو أمراء اللي كانوا موجودين في المدن الفينقية فكانت مصر تستورد الأخشاب منهم ويتدلهم بدل الأخشاب مجوهرات ذهبية كثيرة وبعدين بعد كده لما الفرعنة غزوا غزوا المملكة في المملكة الحديثة لما غزوا سوريا فردوا جزية سنوية منتظمة من أرز لبنان يعني لما الفرعنة المصرين في أسرة 18 الحديثة وصلوا إلى سوريا لما وصلوا إلى هناك فردوا نوع من الجزية الجزية اللي يغضوها لم تكن دهب ولا فضة لكنها كانت من أرز لبنان الأصلي وبنقرأ دوا في Ancient Near Eastern Text أو نصوص الشرق الأدنى القديمة وبنقرأ أيضا عن تحتمس الثالث سنة 1460 قبل الميلاد ونقوش كثيرة بتصور لنا هذا نوع من التجارة بين لبنان وبين مصر بعدين بعد كده في الألفية التانية بنجد أنه لبنان مذكورة في الثقافات سواء الأجورتية أو الثقافات الأخرى اللي كانت موجودة حوالين هذه المنطقة مشهورة أوي لبنان بتوفير أجود أنواع الأخشاب التي كانت تبنى منها القصور والهياكل للألهة خشب الأرض بايز بعد كده طبعا لبنان لأنها يعني مطمع لشعوب وممالك كثيرة بنجد أنه لبنان صارت تحت الحكم الأشوري وفرد عليها جزية ثم تحت الحكم البابلي ثم الفارسي بعد كده اليوناني إلى الروماني وظلت كل الشعوب أو كل الممالك إنها تطمع في الحصول على ثروة وغنى لبنان من الأخشاب وبنقرأ ده كتير قوي عنه في العهد الأديم سواء في ملوك التانية أو أرمية أو إلى آخر الأجزاء فده باختصار تاريخ يعني لبنان القديم لكن هاجي إلى سؤال مهم هل لبنان ذكر في الكتاب المؤدس بكل تأكيد لبنان كبلد ذكر في الكتاب المؤدس في العهد الأديم ذكر لبنان واحد وسبعين مرة واحد وسبعين مرة تمت تمت الإشارة إلى مناطق كثيرة جدا في لبنان والعهد الأديم مليان بالثناء بالثناء على جمال لبنان الطبيعي وموارده وعلى أرز لبنان واللي هو يعتبر أجود أنواع الأخشاب والتي هي أكثر قيمة وتكلفة واللي كان أيضا يتمناها كل الشعوب المحيطة بلبنان للدرجة أنه حتى أرز لبنان كان يستخدم كإشارة كمثل للثبات وللصمود وللأصالة يعني مثلا في مزمور 92 نقرأ كده الصديق كالنخلة يزهو وكالأرض في لبنان ينمو يعني إيه اللي خلاه يشبه بالأرض في لبنان لأنه هذا النوع من الأشجار كان يعني له قيمة كبيرة ومازال له هذه القيمة الكبيرة كمان المرتفعات والسهول اللي موجودة في لبنان وكثرة المياه والأنهار والوديان جعلت من لبنان يعني سلة أو يعني بقي من الظهور فكان دايما ينظر إليه على أنه أجمل بقعة في المنطقة لكن كمان لبنان مش بس ذكر في العهد القديم ذكر في العهد الجديد وأنا هتكلم عن العهد الجديد لأنه الرب زار أماكن كثيرة في لبنان مش بس أنه زار اليهودية وعايش في اليهودية ونزل إلى مصر وهو طفل لكن كمان في خدمته وصل إلى المدن اللبنانية لكن لبنان بالأخص في العهد القديم في بداية ذكر الكتاب المؤدس عن لبنان في تسنية واحد وتسنية خمسة عشر وحداشر وفي يشوع أيضا وسفر الملوك إلى آخره لبنان كان ينظر إليه من وجهة نظر العهد القديم على أنه أرض جزء من الأراضي المقدسة أرض الموعد كويس وفي حالات أخرى كان أيضا ينظر إليه على أنه الحدود الشمالية لأرض الموعد بمدنه فعيس واستخدمت كلمة لبنان لوصف كل منطقة التلال اللي كانت موجودة في وسط سوريا في العهد القديم غالبا ما كان يرتبط اسم لبنان بالإزدهار والوفرة والجمال الرائع يعني استخدمت أرض لبنان مرات ومرات في العهد الأديم وكانت ترمز إلى القوة والثبات والعظمة والجمال وأرض لبنان مش بس أنه كان ينظر إليه على أنه من أجود أنواع الأخشاب لكنه كمان أيضا هتكلم عن دوره الأرز دو في بناء هيكل سليمان وزي ما قلت في مضمون 92 وعدد 12 يقول أن الصديق كان نخلة يزهو وكالأرز في لبنان ينمو كان ينظر إليه على العظمة والتفاخر والسمو والثبات أرز لبنان كمان العهد الأديم يتحدث كثيرا عن ثروات لبنان من الموارد الطبيعية في العصور القديمة مثلا اشتهرت جبال لبنان بشكل خاص بأزهارها وأشجار السنوبر أشجار السنوبر معروفة جدا وأشجار الدلب يعني لما نقرأ مثلا في إشعياء نجد إنه إشعياء النبي يتحدث كثيرا عن بثناء على أشجار السرو وأشجار الدلب والأرز في لبنان كويس ف وكان يعني كنوع من التمجيد لأرز لبنان باعتباره أجود أنواع الأخشاب في العديد من كتب العهد القديم وخاصة أيضا نشيد الأنشهاد مليئة بالثناء على طبيعة لبنان وحيواناته البرية ومياه وأشجاره وأزهاره ونبتاته وثلوجه وجباله العالية الطبيعة دي الجمال الطبيعة دي زودت أنبياء العهد القديم بصور جمالية جدا كتبوها ووصفوا بيها لبنان لكن كمان العهد القديم مش بس تكلم عن جمال لبنان وثروات لبنان لكن العهد القديم أيضا تحدث عن دور لبنان وأرز لبنان في بناء هيكل سليمان العهد القديم بيشير إلى خشب أرز لبنان على وجه الخصوص فيما يتعلق بهيكل سليمان الذي بناه لما نرجع إلى سفر الملوك وأصحاح واحد سفر الملوك الأول وأصحاح خمسة بنبدأ نقرأ عن استعداد سليمان وتجهيزاته لبناء الهيكل وكان هناك حليف لسليمان اسمه حيرم ملك سور وده كان حليف لسليمان وسليمان طلب منه الأخشاب لدرجة أنه الأخشاب كانت تنزل عند شاطئ البحر المتوسط وبعدين هذه الأخشاب يعني تسحب على وجه المياه حتى تصل إلى إسرائيل كان بيرسل أخشاب كثيرة حيرم حيرم ملك سور وفي عوامات كان يوصلها إلى يافا النهار ده نقرأ عن يافا ونقرأ عن سور ونقرأ عن البلقان ونقرأ عن بيروت الشرقية وبيروت الغربية وإلى آخر هذه التفاصيل لكنه الخشب الذي يستخدم في بناء بيت الرب في هيكل سليمان كان هو أجود أنواع الأخشاب التي أتت من لبنان يعني اللي يحب يقرأ عن الجزء ده كتير يقرأ عنه في سفر الملوك الأول من أصحاح خمسة كويس يعني حتى أنا ممكن أقرأ الجزء ده لحضراتكم خليني أطلع من كلمة الرب وأقرأ لكم لأنه هيوضح لنا اللي أنا بقوله يعني في سفر الملوك الأول ومن أصحاح خمسة وابتداء من عدد خمستاشر ونقرأ فكان أبوس هنا وأرسل في عدد ثمانية ممكن أبدأ أقرأ من عدد ستة سوريا والآن فأمر أن يقطعوا لي أرزم لبنان سليمان بيبعث رسالة إلى حيرم ملك سور بيقوله فالآن فأمر أن يقطعوا لي أرزم لبنان ويكون عبيدي ما عبيدك وأجرت عبيدك أعطيك إياها حسب كل ما تقول لأنك تعلم أنه ليس بيننا أحد يعرف قطع الخشب مثل الصيدونيين حد شعر في قطع الخشب غير الشعب الصيدوني فلما سمع حيرم كلام سليمان فرح جدا وقال مبارك اليوم الرب الذي أعطى داود ابنا حكيما على هذا الشعب الكثير وأرسل حيرم إلى سليمان قائلا قد سمعت ما أرسلت به إلي أنا أفعل كل مسارتك في خشب الأرز وخشب السر عبيدي ينزلون ذلك من لبنان إلى البحر أروحوا إلى الجبال يقطعوا هذه الأخشاب ونزلوها إلى البحر وأنا أجعله ارماثة في البحر إلى الموضع الذي تعرفني عنهم وأنقضه هناك وأنت تحمله وأنت تعمل لبيته فكان حيرام يعطي سليمان خشب أرز وخشب سر حسب كل مسارته وأعطى سليمان حيرام عشرين ألف كر حنت طعاما لبيته وعشرين كر زيت رد هكذا كان سليمان يعطي حيرام سنة فسنة كويس ورب أعطى سليمان حكمة كما كلمه وكان صلح بين حيرام وسليمان وقطع كلهما عهدا يعني كانت العلاقة بين ملك سور كويس وسليمان كانت علاقة جميلة جدا كان هناك عهد بينهم ولما طلب سليمان الخشب ملك سور لهو حيرام قال له اللي انت عايزه أنا هعمله وأرسل عبيده وأطع الأخشاب ونزلوها إلى البحر كويس أنا معرفش يعني كما وحد فيكو يعني متخيل مدى مشقة العمل في قطع الأخشاب وخطورة هذا العمل لكن حيرام عمل كل اللي قال له عليه سليمان والخشب اللي استخدم في بناء بيت الرب كان من أرز لبنان كمان مش بس هيكل الرب لكن كمان أشهر بيت له سليمان أحد قصور سليمان في جوار الهيكل كان يسمى بيت غابة لبنان أو قاعة غابة لبنان لبنان فورست أو the house يعني في ملوك الأول وأصحى حشرة بنقر عن الموضوع ده وفي أشعياء أيضا كان هذا البناء مبني مخصوص من الأرض وكان أحد القصور الخاصة للملك سليمان عشكدا دايما في العالم بتاع لبنان بنجد الرمز الجميل لشجر الأرز اللي مشهور بي جبال أو مشهورة بي لبنان فلبنان في العهد القديم مهم زي ما قلت ذكر واحد وسبعين مرة يتكلم الكثير مؤدس عن ثرواته عن أشجاره عن نباتاته عن زهوره عن جباله كويس وتم الإشارة لي مرات ومرات كثيرة في العهد القديم لكن خلوني أجي إلى نصوص مهمة أخرى في العهد القديم بنسميها النصوص الإسخاتولوجية أو نصوص آخر الأيام إسكاتولوجي كويس أو النصوص اللي بتكلم عن مجيء الرب التاني في نهاية الأيام يشار إلى لبنان في العديد من النصوص اللي بنسميها النصوص الإسخاتولوجية في العهد القديم يشار إليه مثلا فيه إشعياء خمسة وثلاثين وعدد اثنين واربعين وعدد ستاشر وإشعياء وزكريا في أصحاح عشرة وعدد عشرة وفي مزمور اثنين وسبعين أيضا يتحدث عنه فلبنان في هذه النصوص بيظهر على أن المكان الذي سيحدث فيه ظهور الرب الإلهي يعني الرب هيظهر فيه يعني لو رحنا إلى يعني أروح إلى مزمور واحد من المزامير وهو مزمور تسعة وعشرين وعدد خمسة هرجع تاني إلى الكتاب المؤدس مزمور تسعة وعشرين وفي الآية خمسة أراها لحضراتكم يقول كده صوت الرب مكسر الأرز ويكسر الرب أرز لبنان ويمرحها مثل عجل لبنان وسريون مثل فرير البقر الوحشي يبقى هنا الأرض دي اللي موجودة هي أرض لبنان وأرز لبنان كويس سيسمع صوت الرب وصوت الرب من قوته هيكسر الأرز الذي يرمز إلى الشموخ والتعالي نصوص كتير جدا في العهد الأديم بتتكلم عن لبنان والنصوص دي المرتبطة بمجيء رب التى مزمور 72 وعدد 16 مزمور 104 أشعياء 33 9 يعني في أشعياء 35 هقرلكو بس الآية دي أشعياء 35 وعدد 1 إلى 2 يقول كده تفرح البرية والأرض اليابسة ويبتهج القفر ويزهر كالنرجس يزهر ازهارا ويبتهج ابتهاجا ويرنم يدفع اليه مجد لبنان يقول عن مجد لبنان ده كان السبب ما يجعل لبنان شامخ مجد لبنان بهاء كرمل وشارون هم يرون مجد الرب بهاء الهنا أماكن دي هترى مجد الرب وهترى بهاء الهنا لبنان لنهارده مجروح ولنهارده من سنة 75 من وقت الحرب الاهلية ولبنان لم يقم له كومة لبنان لم يقم له كومة من 75 وبعد انتهاء الحرب الاهلية تم خطف لبنان من حزب الشيطان لكي ما يتحول لبنان إلى ما يحدث فيه الآن كده الشاعر الكبير حتى نزار قباني في احدى قصائده وهو يناجي لبنان يقول قومي من حزنك قومي ان الثورة تولد من رحم الاحسان لكن الثورة التي نصلي لأجلها ونصلي لأجل شعب لبنان ان يختبروها ليست هي فقط الثورة والتحرر من الظلم والخطف اللي تم من خلال حزب الشيطان لكن اصلي ان لبنان يختبر ثورة اخرى ثورة فيها يعرف الرب المخلص ثورة فيها يعود الشعب الى رب يطلب الشعب الرب من كل قلبه ثورة فيها توبة ورجوح حقيقي للالله الحقيقي ثورة فيها نهضة روحية ثورة فيها تزداد معرفة الرب ثورة فيها يتغير الانسان بعمل نعمة الله وبخلاص يسوع المسيح نصلي لاجل لابنان نصلي لاجل العالمنا العربي كله انه يختبر ثورة حقيقية ثورة روحية ثورة تحول الميت الى حي وتجعل البعيد قريب ده اللي احنا بنصليه وده اللي احنا بنطلبه عش كده حتى لما يكلم عن النصوص الاخروية في العهد القديم ويكلم عن مجد لبنان يكلم عن انه زي مجد لبنان ايضا سيرى مجد الله وعندما يظهر مجد الله لا يكون هناك مجد اخر بل الكل يخضع للرب ولما يكلم في زكريا عشرة وعدد عشرة يقول وارجعهم من ارض مصر يكلم عن عودة شعب اسرائيل واجمعهم من اشور واتي بهم الى ارض جلعاد ولبنان يعني لبنان هتبقى جز مبارك يرى مجد الرب في نهاية الزمان سيظهر الله قوته العظيمة و لا يكون هناك مجد الا مجد الرب وحده والاشجار المهيبة والعظيمة ستستوي والرب سيسكب بركات غير عادية لا تقارن بالبركات الطبيعية التي يتمتع بها شعب لبنان لان لبنان سيكون المنطقة التي سيعيد الله اليها شعبه الذين تشتتوا في كل الارض لبنان مش بس في العهد القديم مع انه لبنان ذكر بالاسم 71 مرة في العهد القديم لكن لبنان ايضا ذكر في العهد الجديد لم يذكر بالاسم لم تأتي كلمة لبنان في العهد الجديد لكن الذي ذكر في العهد الجديد هو المناطق والمدن اللي هي كانت تابع لبنان هي التي ذكرت يعني عندما اتى الرب يسوع الى عالمنا وكان يقول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم ابليس من الاماكن التي زارها الرب وازهر مجدو هناك هي اماكن تقع في النهاردة حسب الجورافية تقع ضمن نطاق وحدود لبنان فمثلا متى مرقص بيقول لنا ان الرب زار اماكن في شمال اليهودية وما ورائها فمتى مثلا يسجل في اصحاح 16 ان المسيح زار منطقة قيصارية في لبي وهي منطقة تقع ايضا في حدود اليوم لبنان صيدة وصور كمان انه في ذلك اراضي مدن صور وصيدة وغيرها يعتبر جزء من مكان يعرف ان ذلك بلبنان لكن هذه البلاد صيدة وصور كانت ايضا يعرف انها جزء من فينيقية فمثى مثلا يذكر انه بعدما الرب يسوع مكث فترة على شاطئ جينيسارد في متى 14 ترك يسوع ذلك المكان وانصرف الى نواحي صور وصيدة الرب يسوع ترك جينيسارد وراح الى نواحي صور وصيدة النهارده فين صور وصيدة هي في لبنان صح يبقى رب يسوع زر ايه زر لبنان وشفى وصمع معجزات في هذه المدن يعني مثلا في متى في متى 15 نقرأ عن الرب يسوع انه شفى ابنة المرأة الكنعانية وامتدح ايمانها او زمح المرأة الفينقية سواء كلم عنها الكنعانية او في نقية وحسب مرؤس دا تم في دا تم في اقليم صور رب يسوع خارج خارج اليهودية وراح الى اقص الشمال وراح الى سور او راح الى المرأة الكنعانية او الفينقية والفينقيين هم سكان لبنان الاصليين فلبنان ليست عربية ولا تنتمي لل الجنس العربي لبنان في نقية ويس زي ما ايضا المغرب والجزائر لا ينتم للعرب وزي ايضا ما مصر لا تنتام للعرب بل فرعنا هكذا ايضا لبنان الفينقيين الرب يسوع افتقد هذه الاماكن زارها وصنع فيها معجزات وصنع فيها معجزات لكن مش بس كده يعني مش بس اللي احنا بنقرأ في متة خمستاشر وفي مرء السبعة عن زيارة الرب لصور وشفاءه لابنة المرأة الكنعانية لكن كمان البعض بيكلمنا عن موقع جبل التجلي اين هو موقع جبل التجلي المذكور في متة سبعتاشر وفي مرء السبعة يعني لما نروح لكتال المؤدس زي ما قلت لبنان في العهد الجديد لبنان مش بس في العهد القديم لبنان كمان في العهد الجديد الجبل العالي او يطلق عليه ايضا الجبل واخذهم الى جبل عالي او الى الجبل تقليديا تقليديا من حيث التقليد يفهم على انه جبل تابور في شمال اليهودية الا ان البعض بيقول ان لا دا جبل حرمون انه دا جبل جبل حرمون وجبل حرمون موقعه فين موقعه في لبنان هو اشهر جبل جبل حرمون عش كده مش بس الرب يسوع هو اللي زار لبنان لكن كمان تلاميذ المسيح زاره لبنان تلاميذ المسيح زاره لبنان لما نعرف في صفر عمال الرسل واصحاح 11 كلين نعرف القصة انه بعد موت استفانوس واستشهاده وانه الكنيسة اضطهدت وده وده بنقرأ عنه في اصحاح يعني سبعة في نهاية اصحاح سبعة وابداية اصحاح تمانية ايضا من صفر عمال الرسل انه التلاميذ تشتتو خرجوا بره اليهودية بس لما خرجوا بره اليهودية راحوا فين راحوا الى اماكن كثيرة كلمة الرب ذكرت لينا اسماء الاماكن اللي تشتت اليها تلاميذ المسيح فيقول اولئك الذين تشتتوا بسبب الاضطهاد الذي حدث بسبب استفانوس راحوا فين ذهبوا الى في النقية يعني اين في النقية يعني لبنان مش الفنقيين هم اهل لبنان يبقى تلاميذ المسيح واحدة من الاماكن الذين تشتتوا اليها هي لبنان وقبرص وانطاقية تشتتوا الى هذه البلاد مش كده لبنان من البلاد اللي اتبركت ولبنان من البلاد اللي وطأتها قدمي الرب يسوع المسيح واللي ايضا زارها وخدم فيها تلاميذ المسيح وصلواتنا كلها انه مجد لبنان الذي هو مجد الله يعلن ايضا هذه الايام زي ما نصلي الاجل غزة وما يحدث فيها وخدنا سنة طويلة نتكلم عن هذا الموضوع كمان بنصلي الاجل الليبنان بنصلي انه الاحداث اللي حصل النهار ده الرب يحولها كلها للخير ولا يوجد اعظم من الخير اللي يختبر الانسان عندما يعرف المسيح يسوع المخلص سواء افراد حزب الله او اي طائفة موجودة في لبنان انه هذه الاحداث اللي بتحصل تكون سبب انهم يعرفوا الرب تكون سبب في انهم يفتحوا قلوبهم لعمل نعمة الله اي واحد فينا بيدرس الموضوع كتابيا بيعرف انه قد ايه الرب بيحب الكل وقد ايه المسيح مات من اجل الكل المسيح لم يمت من اجل المصري فقط ولا اليهودي فقط ولا اللبناني فقط المسيح مات من اجل الكل ولا ولا يوجد رجاء ولا يوجد رجاء في ان الانسان يعيش في سلام مع اخيه الانسان الا من خلال عمل يسوع المسيح مش ممكن مفيش حد يقدر يغير قلب الانسان وينزع الكراهية اللي جوه ويجعله يحب اخيه الانسان الا عمل نعمة المسيح العنصرية موجودة في كل الشعوب وكل الشعوب بيتمارس العنصرية بصورة او باخر سواء العنصرية النبعة من القومية او النبعة من النزع القبلية او النزع من اللون او النزع من الجنس او النزع من زكرا او انسة او اي حاجة مين يقدر ينزع هذه العنصرية ومين يقدر يجعل الاعداء مرة تانية متحابين يعيشون في سلام فقط شخص الرب يسوع المسيح فقط شخص يسوع المسيح لبنان اللي اتكلم عنه الكتاب المؤدس وتكلم عن جماله طبيعة الخلابة واشجار ووديان ونبتات وطيور وحيوانات لبنان الذي هو يعني من اجمل مدن الشرق الاوسط صار خرابا ويتألم اليوم انا نفسي انه هنقضي يمكن اخر كام دي انصلي الاجل لبنان والاجل ما يحدث في عالمنا العربي واصلي انه هذه الحرب لا تطول واصلي من اجل ايضا سواء الحمسوية او حزب الله او اي شخص اخر بعيد عن المسيح انه يكون بيسمع رسالة المسيح يكون بيقبل المسيح يسوع مخلص شخص اللي حياته كلنا نفسنا انه رب يزور عالمنا العربي ويفتقد عالمنا العربي ويفتقد بلادنا صال ان رب يفتقد كل العالم العربي بنعمته دي سلواتنا ودي تلبيتنا وده شق قلوبنا ان المسلم اللي لسه عايش في اسلامه يعرف المسيح المخلص والدرزي اللي لسه عايش في ايمانه يعرف المسيح المخلص والشيائي والسني والشيائي والسني يعرف المسيح المخلص لانه في المسيح يسوع لا يسا ذكر ولا انسة ولا عبد ولا حر ولا يهودي ولا اممي يعني احنا عندنا في قناة الحياة تجميعة جميلة بتؤكد لنا ان ربنا لما بيعمل حاجة في حياة الانسان بيغيره هذه التجميعة تجمع ناس من خلفيات مختلفة مش ممكن بالطبيعة يكون لهم علاقة مع بعض تجمع واحد اتى من اسرة مسلمة متشددة بل من اكثر الاسر تشددا في الايمان الاسلامي وتجمعه مع واحد من اصل يهودي لكنه عارف المسيح المسيح الاتنين صاروا مؤمنين بالمسيح الاتنين صاروا يخدموا المسيح مع بعض يعني فيه برنامج يبث على قناة الحياة اتنين بيقدموه رباي جيسون والاسكف ياسر والاتنين من خلفيات مختلفة لكن الاتنين عارفوا الرب الرب واحده هو اللي بينزع حائط السياج اللي محطوط بين الناس واللي حطته الناس الرب واحده هو اللي يجعل الاعداء احباء واهل بيته وزيما المسيح افتقد المرأة الكنعانية الفينقية وشاف ابنتها وعمل كده في سور بنصلي انه المسيح الذي لم يتغير بل هو هو امسا واليوم الى الابد ان يفتقد ايضا اليوم لبنان ويفتقد عالمنا العربي العالم العربي النهاردة البلاد اللي مفهاش حرب فيها مقاسي ومعاناة كل الناس بتعاني كل الناس بتعاني كل الناس بتعاني وكانه فيه ضيقة معينة على كل الناس سواء هذه ضيقة ضيقة مادية او ضيقة بسبب الحروب او ضيقة بسبب الظروف اللي حصلة وقلة الموارد والغلاء اللي حاصل لكن هناك ضيق معين بيمر على كل الناس خرجنا من كورونا وقعنا في ضحديرة لكن كل هذه الضيقات ما هي الا كأن الله كأن الله بينادي علينا كأن الله بيبوق علينا كأنه بيقول فوق لأن الايام مقصرة فوق ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره وليتب الى رب فيرحمه وإلى الاحنا لأنه يكثر الوفران ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه محتاجين ايه تاني علشان نتوب ونعرف الرب محتاجين ضيق اكتر من اللي احنا بنكتاز فيه محتاجين معاناة اكتر من اللي احنا بنعاني فيها كبلاد عربية محتاجين حروب اكتر من الحروب اللي دائرة حوالينا جماعة فوق يعني طوبني اليك فأتوب يا لات هذه تكون صلاة كل واحد فينا نهار يا رب طوبني فأتوب ارجعني فأحيا دا اللي احنا بنصلي لأجل كل من لم يعرف المسيح بعد انه ربي يفتقد بلادنا ويفتقد شعوبنا يفتقد اخواتنا الذين لم يعرفوا المسيح بعد خلونا نتحد معا في صلاة ونختم حلائتنا النهاردة بصلاة ونطلب فيها واجه الرب يا رب الى من نذهب وكلام الحياة الابدية هو عندك يا رب احنا بنشكرك لانك بتستخدم الضيق الحادث في اوطننا وفي بلادنا لكي ما تنادي بيه علينا لكي ما ندرك رب انه لا خلاص ولا نجات الا في شخص يسوع المسيح وحده لانه فعلا يا سيد ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه يا رب احنا تركين تركين سواء عن قريب او عن بعيد لكنها نترك محدش فينا هيعيش في هذه الارض الى الابد لا ملوك ولا رؤساء ولا امراء ولا شيوخ ولا رجال ولا نساء لكن الكل هيترك والكل سوف يقف امامك لكي ما يدان وقتها رب هنكون بالعزر وقتها ما يكونش عندنا اي عزر نقدمه لان احنا سمعنا صوتك مرات ومرات كثيرة لحياتنا يا رب انا بصلي انك تفتقد عالمنا العربي بصلي يا رب من اجل كل البلاد في عالمنا العربي وبالاخص يا رب هذه الايام بصلي من اجل لبنان وشعب لبنان انك رب تفتقد هذه الشعوب وتغير يا رب القلوب وتصنع يا رب عمل عظيم في ارض لبنان مش بس انها تتحرر يا رب من حزب الشيطان لكنها ايضا يا رب تعرفك وتكون هذه البقعة منارة حقيقية تعلن يا رب محبتك للعالم كله بصلي لاجل الشعب المتألم بصلي من اجل الذين فقدوا احباء بصلي من اجل الذين اصيبوا وايضا رب جرحوا بصلي من اجل الذين هدمت ابواء بيوتهم يا رب انت تستطيع ان تأتي للكل وتسدد احتياج الكل وترفع معاناة الكل نشكرك في المحبوب يسوع امين سلام الرب معكم اشتركوا في القناة